بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إذا فرغت من طاعة اشتغل بطاعة أخرى فإنه من علامات قبول الأعمال أن يثبت الإنسان على الطاعة وأن يشتغل بالطاعة بعد الطاعة وَلِذَلِكْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلْ يعني وإن قلّ العمل المهم أن نداوم على الأعمال المهم أن ينعكس أثر العبادة علينا سلوكا وخلقا وأدبا وورعا وإتقان عمل وإخلاصا وصدقا مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس جميعا بل ومع النفس يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومن هنا أحبة الأكارم فالمؤمن لا يعرف إلا الطاعة ولا يعرف إلا العبادة ولذلك لا يستوي هذا وغيره قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بل يقول الله سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم من الذي يصل إلى بغيته ومن الذي يصل إلى هدفه هذا الذي سلك الطريق السوي أم هذا الذي سلك طريقا معوجا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا إلى هدفه أهدا إلى طريقه يصل إلى طريقه وهدفه بسرعة وسلامة أم من يمشي سويا على صراط مستقيم انتهى حجاج بيت الله الحرام ووقفوا بعرفات الله سبحانه وتعالى وسيرجع الحجاج إلى أوطانهم فما أجمل أن يثبت الحاج على طاعة الله وأن يتغير إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ليجد الخير كله لينعكس أثر هذه الفريضة عليه وعلى سلوكه وعلى كل أمور حياته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وهذا الذي لم يرزق الحج لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك حج بيته الحرام وهناك أعمال تعادل الحج والعمر وربنا سبحانه وتعالى من رحمته قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالمحافظة على صلاة الفجر والجلوس بعدها إلى طلوع الشمس وصلاة بعد ذلك تعادل حجا وعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تامة 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 والروايات تخبرون أن حضور دروس العلم وأن الذهاب إلى المساجد لأداء الصلوات وأن بر الوالدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي لما أراد أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزو أو جهاد قال له أحية أمك يعني أمك موجودة قال نعم يا رسول الله قال فاتق الله وبرها فأنت حاج ومعتمر ومجاهد كل هذه الأعمال وغيرها تعادل الحج والعمرة إن شاء الله تعالى فما أجمل أن نكون على الدوام طائعين أن نثبت على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن نترجم الطاعة والعبادة إلى معاملة طيبة إلى أدب حسن وإلى خلق وسلوك قويم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السمت الطيب وأن يجعلنا من أهل الخلق الطيب المبارك وأن يجعلنا على الدوام ثابتين مستقيمين بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله